مشاهدين الكرام في كل مكان رحب بحضراتكم في حلقة مسجلة بمناسبة عيد الشكر ونحن نحتفل هذه الأيام بعيد الشكر أو عيد الحصاد ينبغي لنا أن نقف ونشكر الله ونقدم له كل الشكر والتسبيح والإجلال لشخصه لكل ما صنعه في حياتنا ويصنعه أيضا في حياتنا الشكر من الموضوعات المهمة في كلمة الله فهناك عشرات الآيات التي تتحدث عن الشكر والتي تتحدث عن القلب المليء بالشكر فالشكر ليس متوقف على ما يمتلك الإنسان الشكر هو توجه قلب الإنسان نحو الله وممكن تجد شخص ما عندهوش أشياء كثيرة ويمر أيضا بظروف صعبة كثيرة وتحديات اقتصادية كثيرة إلا أن قلبه شاكر وممكن تجد شخص عنده كل حاجة يمكن تتخيلها لكنه دائما متزمر هذا الشكر من الموضوعات المهمة زي ما قلت في كلمة الله كلمة الشكر في لغتها الأصلية تعني الاعتراف بالنعمة أن الإنسان يعترف بشفتيه وبقلبه بنعمة الله نعمة الله التي تغمر حياته نعمة الله التي تشمله وتشمل ظروفه وتشمل أسرته وتشمل كل ما في حياة الإنسان الشكر هو الإمتنان إنسان ممتن لنعمة الله ولعمل الله عشان كده الشكر زي ما قلت من موضوعات المهمة جدا ويجي السؤال لماذا نشكر؟ لماذا نشكر؟ الشكر أولا يكرم الرب ويمجده يعني الإنسان الشكر هو إنسان يكرم الله من خلال شكره ويمجد الله عشان كده في كل مرة نحن نشكر الرب ولما قول نشكر ليس معناها كلمة عودنا عليها زي ما يكون إنسان كده يقولك صباح الخير تقوله صباح النور فأخبارك يقولك نشكر ربنا ليس معناه إنه الإنسان يكرر كلمات لا يعنيها لكن الشكر هو فعلا إحساس قلبي بيترجم في لغة الإنسان وهذا الإحساس القلبي المترجم في كلمات يكرم الرب عشان كده يقول لنا في كورونسوس الثانية وأصحاح 4 وعدد 15 لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله فكلما الإنسان شعر بنعمة الله وامتلأ قلبه بنعمة الرب وكلما نعمة الرب غطت حياة كثيرين كلما يزداد الشكر فيتمجد الله أكثر الإنسان الشاكر دايما يمجد الله ويكرم الله ففكر فيها باستمرار أن أنت لما بتشكر أنت بتكرم الرب حاجة تانية الشكر هو وصية إلهية نعم وصية إلهية الكتاب يحثنا كمؤمنين أن نكون شاكرين كما أيضا يحثنا على أن لا نكون متزمرين الإنسان الشاكر هو إنسان يطيع وصية الرب لحياته يقول لنا كده في تسالونيك الأولى خمسة وعدد 18 اشكروا في كل شيء يبقى هنا لما يقول لي اشكروا في كل شيء هو بيحطه قدامي هذه الوصية الإلهية اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم عشان كده بنشكر في الوقت الصعب زي ما بنشكر في الوقت الرحب بنشكر في المرض زي ما بنشكر في الصحة بنشكر في الوقت الذي كل الأمور مسيرة فيه ونشكر في الوقت الذي نرى أن كل الأبواب أيضا بتغلق أمامه اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم عشان كده أيضا يقول لنا في كلوس ثلاثة وفي عدد 15 إلى 17 وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين كونوا شاكرين يأمرنا الكتاب بأن نكون شاكرين وكل ما عملتم بقول أو فعل فعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به اشكروا في كل حين ده أمر كونوا شاكرين أيضا أمر عشان كده الشكر يعتبر وصية إلهية الشكر أيضا يحمينا من التزمر الشكر يجعل قلوبنا محمية ومصانة من التزمر التزمر خطية التزمر يقود إلى عقاب الله للإنسان التزمر يجعل الإنسان حياته يعني زي ما نحن نقول حياته جهنم حولها إلى جهنم لأن الإنسان المتزمر لا يرى خيرا في حياته ولا يرى خير الله لكنه دايما ينظر إلى ما ينقص وهكذا كان شعب إسرائيل في القديم متزمرين على كل شيء متزمرين على كل أمر نسيوا كل معاملات الله معهم في القديم وتزمروا على موسى وعلى الرب إلههم شكده يقول ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون هناك التزمر يولد مرارة في قلب الإنسان وعندما تمتلك هذه المرارة قلب الإنسان تصنع انزعاجا ويتنجس أيضا بهذا التزمر وبهذه المرارة كثيرون زي ما الشكر معدي التزمر أيضا مرض معدي وزي ما الشكر يجعل الآخرين من حولك يتعلمون أن يشكروا كذلك أيضا المتزمر يجعل القلب مليء بالمرارة ويجعل اللي حواليك أيضا يتعلمون منك هذه المرارة الشكر يحمينا من التزمر لكن كمان في سؤال مهم متى وأين نشكر متى وأين نشكر مش بس الكتاب بيحثنا وبيوصينا على الشكر وحياة الشكر لكن كمان الكتاب بيكلمني عن متى وأين لي أن أشكر يقول كده الكتاب أنه في كل مرة أصلي فيها لابد أن تكون صلاتي ممتزجة بالشكر مغلفة بالشكر في كل مرة يأتي فيها الإنسان أمام الله إذا كان بيصلي في خلوته الشخصية الصبح إذا كان بيصلي في سره إذا كان بيصلي مرة أو اثنين أو ثلاثة في اليوم إذا كان بيصلي علنا في وسط الجماعة إذا كان بيصلي سرا بينه وبين رب ففي كل مرة نأتي فيها لكي ما نصلي ينبغي أن تكون يكون الشكر هو مغلف لصلاوتنا وتدرعاتنا عش كده يقول لنا الكتاب نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلينا لأجركم في كل مرة بوليس كان بيصلي لأجل أهل كلوسي كان بيشكر الله من أجل المؤمنين أبلا ما يطلب من أجلهم كان يشكر الله على ما في حياتهم وعلى نعمة الله التي غيرتهم فالشكر مقترن بالصلاة كمان في لبي واحد ثلاثة وعدد اربعة الآية المحفوظة لنا والمعروفة لكثيرين أشكروا إلهي عند كل ذكري إياكم في كل مرة أنا بذكركم في كل مرة أنا بتأتي سيرتكم أنا بشكر الرب من أجلكم دائما في كل أدعيتي مقدما التلبة لأجل جميعكم بفرح بوليس كان إنسان شاكر شاكر الرب لأجل حياة المؤمنين أبلا ما يضع تدرعاته من أجل المؤمنين كان يشكر الله لأجل عمل نعمته في حياة هؤلاء المؤمنين نشكر على كل حال على كل حال على كل ما نكتاز به من ظروف وزي ما قلت الشكر مش مقترن بما يمتلك الإنسان الشكر مقترن بقلب الإنسان بتوجه قلب الإنسان فناس كتير عندها كل ما نتخيله من الخير لكنها غير شاكرة وآخرين لا يملكون شيئا لكنهم شاكرين نشكر على كل حال شاكرين كل حين على كل شيء كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب تقول لي طب ازاي أشكر في المرض ازاي أشكر في وقت التجربة الإنسان الذي يشكر في المرض هو لا يشكر الله لأجل المرض فالله لا يعطي مرضا للإنسان والله لا مش قاعد عملي يوزع على البشرية أمراض فلان عندك ضغط دم فلان عندك سكر فلان عندك كنسر فلان النهاردة هيبعت لك كذا الله مش بيعمل كده فالمرض أتى نتيجة الخطيئة ونتيجة سقوط العالم الساقط الذي نعيش فيه لكن نحن نعلم كمؤمنين أن الله معنا حتى في وسط المرض وأنه يستطيع أن يشفي ويقيم وأنه يستطيع أن يمنح النعمة لتحمل المرض كثيرون شفاهم الرب وكثيرون آخرين أعطاهم الرب نعمة على تحمل المرض زي ما قال الرب البوليس تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل شاكرين كل حين ويقول أيضا في تسالونيك الأولى زي ما أرينا الآية دي قبل كده اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم نشكر لأننا نعلم أن الله هو سيد الموقف نشكر لأننا نعلم أن الكلمة الأخيرة الأولى والأخيرة هي للرب وليست للأطباء نشكر لأننا نعلم أن الله يعلم احتياجاتنا وسيملأ الله كل احتياجنا بحسب غناه في المجد نشكر لأننا نعلم أن الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير نشكر لأننا نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله نشكر على كل حال لأنه وعد وقال هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر نشكر لأنه يستطيع أن يحمل أثقالنا لأنه وعد وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم نشكر لأنه يضمنا إليه أبي وأمي قد تركاني لكن الرب يضمني نشكر على كل حال وفي كل حال الشكر أيضا لأننا على ماذا يشكر الإنسان إيه الأشياء اللي اللي عليها ينبغي أن يكون الشكر أو إيه موضوع الشكر موضوع الشكر مش مرتبط أولا بما عندي وبما أمتلكه موضوع الشكر مش مرتبط بالأمور المادية اللي ربنا بيعتهالنا مع أنه ينبغي أن نشكر عليها لكن اللي ينبغي أن يكون موضوع الشكر أولا شخص الله شخص الله طبيعته صفاته أعماله أنه عندما نشكر نحن نشكر على من هو إلهنا مين هذا الإله عشان كده لما تقروا كل الصلوات اللي في الكتاب المؤدس كويس دايما تجدها بتبدأ بالتسبيح تبدأ بتسبيح الله على مين هو الله على أعماله على صفاته على ما يصنعه الرب على الخليئ اللي صنعها يعني مثلا يأتي في فكري الآن صلاة رفعها نحمية كويس لاني أطلع مش محطوطة على على الباور بوينت لكن مجرد يعني نص كده أتى في في فكري أنه 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 زي نحمية عندما صلى امتزجت صلاته بالشكر لمن هو الله يقول كده كو مباركوا الرب 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 من الازل الى الابد في نحمية 9 ولي تبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح ده بيصلي بس هو بيشكر الله على من هو الله مين هو يهوى مين هو اله اسرائيل فيقول لنا كده يقول أنت هو الرب وحدك أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها وأنت تحييها كلها جند السماء لك يسجد أنت هو الرب الاله الذي اخترت إبرام وأخرجت من أرض الكلدانيين وجعلت اسمه إبراهيم خلوا بالك هو عمل ايه هنا هو أول حاجة بيشكر الله عليها بيشكر على مين هو إله أنت صنعت سماوات وسماء سماوات أنت جند السماء لك يسجد مش بنيجي بس نشكر على ما يعطينا الله من بركات لكن جميل جدا أن نشكر الله على من هو الله نفسه هذا هو إلهنا هذا هو فخرنا هذا هو ما يميزنا عن بقية الشعوب والأمم شوف اللي عمل الرب من أجلك إيه وإنت بتشكر أشكر الله أولا على طبيعته على أعماله على صنع يديه على صفاته الجميلة على أن كلي القدرة كلي المعرفة كلي العلم الموجود بذاته الرحيم الحنان المحب غفر الاسم صفح عن الذنب كل هذه صفات فالله ينبغي أن نشكر الله لأجلها لكن كمان نشكر الله على خلاصنا بالمسيح يسوع ودي كمان نقطة مهمة في كل مرة الإنسان الذي اختبر نعمة المسيح دايما نعمة المسيح تقود إلى الشكر على هذه النعمة نشكر الله الذي خلاصنا كنا محكوم علينا بالهلاك لكن المسيح يسوع فدانا وديما لابد أن تكون قلوبنا مليانة بالشكر لأجل خلاص الله في المسيح يسوع لأجل محبة الله التي ظهرت في يسوع المسيح لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الاختبر نعمة المسيح هيظل طول عمره ممتن وشاكر لعمل الله ولعمل نعمته الذي خلص وفدا وغفر خطيا وكتب اسمه في سفر الحياة وجعله ابنا له كمان نشكر الله على البركات الروحية مش بس البركات المادية يعني عوقات كتيرة بتبقى صلواتنا واشكرك لأنك أعطيتني هذا واشكرك لأنك منحتني ذاك لكن لكن هناك بركات كثيرة روحية أعطاها لنا الرب يقول عنها كده بوليس الرسول في أفاسس واحد وعدد ثلاثة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات كل بركة روحية كل بركة روحية بركة التبني بركة غفران الخطايا بركة التبرير والفداء أنه لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع بركة الحياة الأبدية بركة معرفة يسوع المسيح بركات وبركات وبركات ماذا أرد للعلي من أجل كل حسناته وزي ما قال داود في مزمور 103 باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمها القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يخفر جميع زنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفر حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة باركي يا نفس الرب كمان في أمر مهم آخر أحب أتكلم عنه وأوضحه لأنه الشكر له مضاد يعني كفعل الشكر كفعل في أفعال أخرى مضادة للشكر والشكر يحميني من هذه الأمور المضادة أوضحها أكتر لو قلت الشكر عكس إيه 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 الأشياء اللي ممكن تأتي في بالنا لما أقول إيه الأمور اللي هي عكس الشكر كويس وإيه الأمور اللي ممكن تكون موجودة في حياة الإنسان الغير شكر أول حاجة الشكر عكس الأنانية الأنانية الشخص الأناني يقول أنا أستحق هذا وعشان كده الشخص الأناني لا يمكن أبدا أن يكون شاكرا شخص الأناني دايما كمان يرى ما لا يمتلكه لا يرى ما يمتلكه لا 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 هو يرى ما لا يمتلكه لا يرى ما عنده من خيرات هو يرى ما في أيدي الآخرين وفي حياة الآخرين من بركات هو لا يشكر على ما عنده لكنه يتمنى يتمنى أن ينال ما عند الآخرين أيضا أشكال الشخص الأناني لا يمكن أبدا أن يكون شاكرا هو عمل زي البحر الذي لا يشبع الأنهار تصب فيه لكنه لا يشبع لا يشبع أبدا فيش حاجة تشبعه ولأنه ما فيش حاجة بتشبعه وتملأ قلبه فقلبه ليس مليانا بالشكر والحمد والامتنان عشكده لو شفته شخص أناني اعرف أنه هذا الشخص الأناني ما فيش في حياته حاجة اسمها شكر خالص شكده بصلي أنه ربنا يحمينا من الأنانية يحمينا من الأنانية يحمينا من من النظر لأنفسنا على أننا نستحق وما عندنا من أمور إحنا أمور نستحقها وينبغي أن نحصل على أكثر منها رب يعطينا أن نكون مكتفين بما عندنا الأنانية ليس معناها الطموح ولا التخطيط لإنسان أن يكبر الشغل بتاعه لا 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 الأنانية غير كده الأنانية هي حب الامتلاك والرغبة في الامتلاك مهما كانت النتيجة ده مش إنسان عنده بيزنس وعنده شغل وبيخطط إزاي يكبره وإزاي يخلي شغله كويس وإزاي أنه يعني يكبر هذا العمل اللي ربنا أعطاه له لا 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 الأنانية غير كده خالص الأنانية مرض في القلب مرض في القلب الإنسان الشكر مش بس عكس الأنانية الشكر عكس التزمر والمرارة نقيد عارفين زي لما كده مرسي قالك don't mix أو بالزبط don't mix ما ينفعش أبدا التزمر والشكر يكونوا في شخص واحد وما ينفعش المرارة والشكر يكتمع في قلب إنسان واحد إما أن تكون شاكر أو أن تكون متزمر والتزمر زي ما قلت هو شخص ينظر لنفسه ويقول أنا أستحق أحسن من كده هو لا يعدد إحسانية الله التي منح الله له لكنه ينظر دائما إلى ما ليس عنده فيتزمر فيتزمر يمكن أكتر أمثال كتير مصرية أو عربية تحمل معاني سلبية كثيرة جدا منها يمكن المثال يقول لك يعطي الحلق للبلودان طب أنت ما لك أنت ما ده إنسان متزمر إنسان بالعكس أناني من يقول هذا المثال هو إنسان أناني ليه لأنه يعتقد أنه وحده هو اللي عنده الودان فوحده هو الذي يستحق الحلق من قال لك أنه فلان ده ما عنده ودان ومن قال لك أنه فلان ده لا يستحق قد يكون في نظرك أنت لا يستحق لكن في نظر الله يستحق عشو كده الشخص اللي يقولك دايما يعطي الحلق للبلودان ده مش هتلاقيه إنسان شاكر هتلاقيه دايما بيبص للحلق اللي عند الآخرين ويعتقد أنهم لا يستحقوا بل هو نفسه الذي يستحق ذلك تزمر لا يكتمع مع الشكر إذا دخل التزمر قلب الإنسان خرج الشكر بلا عودة بلا عودة الكبرياء الشكر عكس الكبرياء إنسان المتكبر يقولك أنا أشكر على إيه ما دي كلها أنا حاجاتي أنا أنا أستحق أكتر من كده هو يأخذ المجد لنفسه يأخذ المجد لنفسه لا يكرم الله ولا يمجد الله بشكر الله من أجل عطاياه هو يمجد ذاته يمجد نفسه علشان كده المتكبر مش ممكن تسمع منه عبارة أشكر الرب ولا نشكر ربنا على ما أعطانا إياه ولا ممكن يقولك المجد للرب مش ممكن هو في قرارة نفسه هو معتقد إنه كل حاجة عنده هي بسبب ذكاؤه شطرته مهرته وبالتالي يشكر ربنا على إيه يشكر ربنا على إيه الكبرياء القلب الذي يمتلئ بالكبرياء ماعرفش الشكر ماعرفش الشكر مش بس ماعرفش يشكر ربنا لكن ماعرفش يشكر الناس ماعرفش يشكر الناس ما عرفش يشكر حد عمله حاجة ما عرفش كلمة شكرا مش موجودة في مفردات اللغة بتاعته لانه متكبر بيعتبر انه لو قال شكرا ده معناه انه بيقلل من نفسه وبيقلل من امته شكرا كمان عكس الثقة بالنفس يعني زي ما قلت الثقة بالنفس انه جزء من الكبرياء انا استحق كل ده زي ما الغني الغبي يا نفسي لك خيرات كثيرة كل دي الخيرات دي بتاعتي انا انا لعملتها اش كده دي خطايا دي خطايا معها لا تكتمع فضيلة الشكر في حياة الانسان وانا نهاردة بصلي معاكم انه هذه الخطايا لا تكون في قلوبنا مهما كانت الظروف انه ربي حررنا من الانانية حررنا من التزمر والمرارة يحررنا من الكبرياء يحررنا من الشعور بالاستحقاك نحن نستحق هو ربنا بيتفاضل علينا لحنا نستحق كل ده مع هذه الامور لا يجتمع الشكر ابدا طيب اخد جزء مهم في كلمة ربنا وحابب ان اقف معاه شوية عشان اوريكو الى اي مدى اللي صنعوا الرب معانا كمؤمنين هنقضي عمرنا كله وابديتنا كلها ممتنين من اجله يقول كده الرسول بوليس في كلوسي واحد وعدد اتناشر الى اربعة شهور ده الجزء اللي هقف شوية اخد بقية الحلقة هتأمل فيه مع حضراتكم يقوله كده شاكرين الاب الذي اهلنا لشركة ميراث القدسين في النور الذي انقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه وفران الخطايا لو قدامك النص ده وانت قاعد تفرج على الحلقة دي شجعك تقرى معايا مرة تانية اقرى معايا بصوت عالي مرة تانية شاكرين الاب الذي اهلنا لشركة ميراث القدسين في النور الذي انقذنا من سلطان الظلمة ولقلنا الى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه وفران الخطايا هنا في هذا النص كلمة الله بتشد انتباهنا وبتخلينا ننظر الى افعال مهمة صنعها الله من اجلنا يعني هذا النص فيه على الاقل اربعة افعال مهمة اربعة بركات خلينا احطوهم اربع بركات منحهم لنا الاب بالمسيح يسوع لكل من امن بالمسيح يسوع له هذه البركات لكل من اعترف بالرب يسوع المخلص والملك لحياته له هذه البركات لكل انسان عارف المسيح مخلصا له هذه البركات يقول كده اول هذه البركات اهلنا يعني ايه اهلنا يعني جعلنا مستحقين جعلنا مستحقين جعلنا اهل لبركات لم نكن مستحقين لها من قبل والانجليزي حطينها جعلنا مؤهلين كويس اهلنا لهذه البركات واكلم عنها لكن حاببنا بس احط الافعال قدام حضرتكم انا لم اكن مستحقا لكني صرت مستحقا لم اكن اهلا لكني صرت اهلا هذه النقطة الذي اهلنا البركة التانية او الفعل التاني الذي انقذنا delivered us انقذنا انقذنا منين وودانا فين ما هو الانقاذ بيكون من خطر لم اقول انه الرب انقذ فلان بمعنى ان فلان كان في خطر والرب انقذه لما اقول الرب انقذني من حادث مميت بمعنى ان انا كنت داخل في حادث مميت وكنت موجود فيه لكن الرب خرجني منه انقذني يبقى الفعل الاولاني احلني الفعل التاني ايه انقذنا الفعل التالت والمهم ايضا نقلنا انقذنا كويس من حتة فيه خطر ونقلنا الى مكان اخرى نقلنا كنا في وضع وصار لنا وضع اخر كنا في محيط ونقلنا الى محيط اخر كنا في منطقة ونقلنا الى منطقة اخرى ترانسفيرد اس كويس يبقى الرب اهلنا الرب انقذنا الرب نقلنا والاخير الرب فدانا لدي لنا فيه الفداء بدامه غفران الخطايا طيب واحنا بنتكلم عن الشكر جميل ان احنا نتأمل في ما صنع يسوع المسيح من اجلنا لان هذا هو موضوع الشكر الاساسي في حياة المؤمنين ده موضوع الشكر الاساسي في حياة المؤمنين خلوني ااخد اول جزء شاكرين الاب الذي احلنا لشركة مراث القدسين في النور يعني ايه الكلام ده يعني الرب جعلنا مستحقين جعلنا مستحقين اعطانا السلطان ان نكون مستحقين اهلني يعني لما بتجي تقدم للجامعات مثلا في حاجة مهمة جدا وانت بتقدم للجامعة your qualification او تقدم للوظيفة معينة your qualification انت تستحق او لا تستحق كويس يعني مثلا ما ينفعش واحد معدب لوم صناع و يعين ك رئيس اطباء المركز الطبي الفلاني مش مش ممكن كويس الا طبعا في يعني في بعض الحالات اللي فيها غش وتزوير كثير لكن لكن فعليا لا يمكن لا يمكن لانه مش 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 مؤهل مش مؤهل فالتأهيل اللي عمل الرب لنا احنا لم نكن مؤهلين لم نكن مستحقين لم يكن لدينا ما نستحق على اساسه ان نكون مشاركين القدسين في مراثهم كويس الله الاب نفسه جعلنا مستحقين وهنا ليقول شاكرين الاب يبقى مين هنا الذي جعلنا مؤهلين الاب نفسه الاب جعلنا مؤهلين كويس جعلنا مستحقين طيب اهلنا لئي الامر الذي احلنا له الاب يقول ان احنا نكون لشركة احلنا لشركة مراث القدسين بمعنى انه احلنا نشارك القدسين في مراثهم ان يكون لنا نصيب فيما للقدسين طيب ازاي يكون لنا نصيب فيما للقدسين ونحن الخطاة والاثمة والفجار بالايمان بالمسيح غفرت خطيانا وبالايمان بالمسيح سرنا قدسين فجعلنا الله قدسين لكي ما نشارك القدسين في ما لهم من بركات ورحة الفكرة هذا المراس له ثلاث ابعاد المراس المؤمن له ثلاث ابعاد له بعد في الماضي انه اشارك القدسين في مراثهم بمعنى انه له بعد في الماضي هذا الماضي تبرير وغفران خطايا الله بررني بعمل المسيح الله غفر خطايا بدام المسيح فما كان عائقا فما كان عائقا امام هذا الاستحقاق اتشال كنت خاطي اثيم محكوم علي بالهلاك الابدي بالايمان بالمسيح تبررت بالمسيح غفرت خطايا فصرت مؤهل لكي ما اكون مشارك القدسين في بركاتهم حاجة تانية في الحاضر رب اعطاني بركات سماوية واعطاني مكانة سماوية اعطاني جنسية جديدة لانا سيرتنا نحن هي في السماويات صرت ابن لله بالتبرير وبالغفران الخطايا صرت ابن لله ولان ابن لله منحت كل البركات الروحية التي يريد الله ان يمنح لأولاده فنقلت كل هذه البركات وكمان لي في المستقبل مراس مع القدسين لان هكون معاهم ايضا في المجد عندما يأتي يسوع المسيح في مجده فما للقدسين من بركات غفران الخطايا تبرير حياة القداسة مكانة سماوية بركات روحية تمجيد ووجود في محضر الله صار لي كل هذا الزايد بالإيمان بالمسيح الآب عندما وفر لنا ودبر لنا خلاصا بدم يسوع المسيح أهلنا لنكون مشاركين القدسين في ميراثهم دي دي البركة الجميلة عشان كده كل مؤمن بالمسيح يسوع هو ابن الله كل مؤمن بالمسيح يسوع هو مبرر كل مؤمن بالمسيح يسوع كدغفرت خطياء كل مؤمن بالمسيح يسوع ضمن الحياة الأبدية كل مؤمن بالمسيح يسوع له شركة مع الله ومستقبل مجيد ألا تستحق هذه البركات أن نشكر وأن نكون شاكرين شاكرين الآب الذي أحلنا وإنت دايماً بتصلي أو أنت بتصلي فكري في هذه الآية إزاي كنا لا نستحق لكننا صرنا مستحقين صرنا مستحقين يما يما الابن الضال رجع لأبي قال أقوم وأرجع لأبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى سماء وقدامك ولست مستحقاً أن أدعلك ابناً اجعلني كأحد أجراك صح دا ما يستحق الإنسان دا ما أستحق أنا وإنت لكن ما فعلوا الآب مع الابن الضال يفوق ما ظن الابن أنه يستحقه الآب جري وحضنه وحط الخاتم فيه وألبسه حلة جديدة ولم يجعلك أحد أجراه بل جعله ابناً له شاكرين الآب الذي أحلنا بركة تانية المهمة يقول الذي أنقذنا من سلطان الظلمة يبقى بس هو مش أهلنا بس لكنه عملي أنقذنا الظلمة في الكتاب مقدس تشير إلى الجهل والغباء وتحكم الخطيئة والشيطان في الإنسان ولم يقول لي تحت سلطان الظلمة بمعنى أن الإنسان كان تحت حكم حكم الخطيئة والشيطان السلطة المتحكمة في الإنسان كانت الظلمة السلطة المتحكمة في حياة الإنسان ومصير الإنسان كانت الخطيئة والشيطان سيطرت الشيطان رئيس هذا العالم الذي أعمى عيون غير المؤمنين هو يسيطر على قلبه وفكر ومشاعر وجسد الإنسان سلطان الظلمة المؤمن بالمسيح قد أنقذ من سلطان الظلمة من مملكة الظلمة أنقذ كان في أحد الخدام المعروفين بيوعز وعزة في مرة عن الخلاص في الكنيسة وكان بيخدم في إحدى الكرة زمان اللي فيها معظم الناس كانت بسيطة ويمكن محدش كان حتى متعلم في هذه القرية وبعد الوعزة خرج وراح يزور أحد الإخوة اللي كانوا موجودين في الكنيسة اللي راح لغيته عشان يقوم ببعض الأعمال فالأسيس قال أروح أزوره وأعود معي شوية في الغيت راح هناك فبيقول له يا فلان أنا معاصل نهاردة عن الخلاص يا ترى فهمت معنى الخلاص قال له أحد جسيس فهمت قالت ممكن تعرف لي تعرف يعني إيه الخلاص هذا المزارع البسيط قال له بكل سهولة أحد جسيس فجاب شوية أش من حوالي حتى اللي كان قاعد فيهم وحطوهم على شكل دايرة وليقي دودة في الأرض شالها وحطها في منتصف الدايرة دي كان مولع الكنون بيش بشاي فرح مولع نار في الأش اللي عمله دايرة حوالين الدودة فالأسيس بيتفرج وهيقول ايه فقال له حاج جسيس الخلاص معناه ورح مادد إيده للدودة اللي في نص النار وخرجها وطلعها إلى بر الأمان قال له ده اللي أنا فهمته حاج جسيس يعني ايه الخلاص الراجل دا عبر عن معنى الخلاص بحق الذي أنقذنا ماد إيده ونشلنا ماد إيده ونشلنا أتى إلينا إلى عالمنا متجسدا مات من أجلنا على عود الصليب لكي ما ينتشلنا ينقذنا يخرجنا من سلطان الظلمة لكن الحاجة الجميلة إنه في المسيح يسوع مش بس إنه أنقذنا كان ممكن زي ما الراجل دا عمل الفلاحة البسيط دا خد الدودة وحطها في الأرض برا في الأمان لا 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 لكن كمان الكتاب يقول لنا عن الرب يسوع وعن عمله الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبات إنه عملية الإنقاذ كان جزء من خلاص الإنسان لكنه ليس الجزء الكامل في خلاص الإنسان الإنقاذ تبعوا إنه الإنسان تنقل إلى ملكوت ابن محبته كفا يعني الله لم ينقذنا ويتركنا الله أنقذنا ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته نقلنا إلى إلى حيث نعيش مع المسيح لا كعبيد بل كأبناء لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله ما فيش أبدا في أي ديانة من الديانات هذا الحق والنور الجميل عن حياة المؤمنين في الإسلام أنت عبد تعيش طول عمرك عبد تفعل ما أؤمرك به وفي النهاية احتمال تروح الجنة واحتمال تروح النار في المسيحية لا الله أنقذنا لكنه لم يتركنا ولكن هذا يقول الحبيب يحنى أنذروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أبناء الله ده فيه ده فيه بعد آخر ده فيه بعد آخر الإنقاذ هو الفعل الأول المهم الذي يقود إلى عمل أعظم وأمجد وهو النصير أبناء لله شفتوا قد إيه عمل المسيح من أجلنا يقول كده أنه نقالنا إلى ملكوت عملية الإنقاذ أسير محكوز في بلد الأعداء أمريكا في مواقف كثيرة كان بيبقى عندها أسرح حرب إنه طالبان مثلا اختطفت جندي أمريكاني ماشي لا تحدى إلا بإنقاذه وبنقله إلى حيث السلطة والتحكم لأمريكا ممكن بتنقله إلى أمريكا نفسها كويس ده بالزبط اللي عمل إنه مش الله أنقذنا وسبنا طبعا أنا خرقتك من السجن امشي بقى أنت وكمل طريقك بنا لا لا ده الله خرجنا من الحجز ونقلنا إلى حيث الشركة إلى حيث ملكوت ابن محبته كمؤمنين كمؤمنين كنا أسرى للشيطان مملكة الظلمة وقد جاء المسيح ومات لينقذنا ويحررنا ويعيدنا إلى الشركة مع الله ده 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 الغرض الأساسي ده اللي بيسميه الكتاب إنه ربنا يرد سميه ريستوريشن إنه يردنا إلى الحالة التي كنا عليها قبل السقوط إلى حيث الشركة والعلاقة مع رب نقلنا من الظلمة للنور نقلنا من العبودية للحرية نقلنا من الدينونة إلى أفران الخطايا يبقى زي ما الإنسان لما يقرأ الجزء ده في كلمة الله ويفهم أبعاد عمل المسيح من أجلنا إزاي ما نكونش شاكرين إزاي ما أشكرش الله الذي أحلني لشركة القدسين في النور إزاي ما أشكرش الله الذي أنقذني من سلطان الظلمة ونقلني إلى ملكوت ابن محبته أنتم مدركين اللي عمل المسيح من أجلنا مدركين عظمة عمل المسيح في خلصنا وفدانا وده اللي يميز المسيحية عن أي ديانة أخرى فهي ليست ديانة هي استرداد الله للإنسان المفقود هي شركة مع المسيح هي علاقة بتبدأ لكنها لا تنتهي هي ضمان أبدي اسأل أي مؤمن اختبر نعمة المسيح قل له رايح فين بعد ما تموت ما فيش واحد فيقول لك إن شاء الله إذا ربنا أزن أنا رايح عند المسيح لا لا ده احنا على طول في اللحظة التي فيها تنتهي حياة على الأرض بنكون مع المسيح ده ضمان ده ثقة ده يقين نقلنا من سلطان الشيطان لسلطان الله هش كده يجي إلى الفعل الأخير الذي لنا فيه الفداء في مين في المسيح بدمه وغفران الخطايا الذي صار لنا به ومعه فداء وغفران للخطايا صار لنا بالمسيح وبعمل المسيح على الصليب فداء وغفران الخطايا الفداء وغفران الخطايا هما وجهان لعملة واحدة هما كلمتين يمكن مترادفتين انه الفداء يعني غفران الخطايا الفداء يعني ان الإنسان الذي كان عبدا واسيرا للخطايا وعقابها انه دفع تمن خطايا وغفرت خطايا وصار حرا الفداء الذي يحتاج الإنسان هو فداء وخلاص من الخطايا ودينونتها الفداء وغفران الخطايا موجود فقط في شخص المسيح وعمل الفداء لا يمكن للإنسان ان ينال فداء وغفران خطايا بعيدا عن المسيح وعمل المسيح لان يسوع المسيح قد جاء لكيما يخلص ما قد هلك لكيما يكون فدية عن كثيرين فعندما جلس يسوع المسيح مع تلميز حول المائدة العشاء الرباني قال لهم هذا هو جسدي المكسور لأجلكم وهذا هو دمي الذي يسفك من أجلكم يسوع المسيح قدم نفسه لكيما يكون لنا حياة به ولكيما نعيش هذه الحياة في شركة معه شاكرين الآب الذي أحلنا لشركة مراث القديسين الذي نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا به الفداء بدمه غفران الخطايا كل سنة وحضراتكم طيبين ترجمة نانسي قنقر